السلام عليكم. انا حبيب النهاردة ارد على احد الاسئلة برضو اللي بنجري على الصفحة. اه موضوع ازاي اه نحقق احسن استفادة من اه مواقع الاسئلة. مواقع الاسئلة كتير. هل ازاي كانوا بس ميديسين ولا البس تيست ولا انا مش عارف الم الاسئلة ازاي. الاسئلة كتير جدا. اسئلة متشابهة ازاي. اعرف افرق بين ازا لم كل الاسئلة دي قبل الانتحان. تمام? زي ما قلت احنا قلنا زي ما اتفقنا. اللي متابعنا من الاول خلص يا جماعة ما تدخلش الانتحان غلما تكون مستعدة كويس جدا. ما تسترعش في دخول الانتحان. خلاص الا ما تكون يعني مقدر امكان بخلص موقع الموقع دي كويس جدا. اما بس ميديسين او او زي ما قلت ان اه اسهلهم اسهلهم واعتبر ارخاصهم برضو للناس جميعا هو موضوع خلاص البس ميديسين. فهو انت انا قلت اول واحد دي يبتدي جديد يبتدي بالبس ميديسين. خلاص البس ميديس كويس واحدا اعلى شوية بالبس تست. البس تست اه اعلى. اه اصعب شوية اسئلته اصعب شوية من البس ميديسين. مش دايرك تأوزها البس ميديسين. ثم لو عندك وقت الونيكز ميديسين الجميل جدا بس معظم الناس يعني هم مش كنت هم مش مش مشهور قوي لكن عشان هو غالي وصعب. فمعظم الناس ما بتجيبش اسم لكن هو طبعا الموقع محترم جدا يعني اعتقد الموقع الجميل جدا. بارتوان بارتو. اه فانا طبعا انصح نس بي بس لو لو هو المخلص بس وصم البس ثم الونيكز ميشن. لو ما فيش انكانية خلاص خليك في خلص خويس وخش بيه. ماشي. يعني بس الافضل افضل بس ثم البس ثم لو ما فيش وقت خلاص خليك بس طيب. يبقى هل دوقتي اتفقنا المصدر الاساسة بتاعنا هو ان ابتدي البصم ازاي ازاكر وازاي استفيد احسن استفادة من الموقع ده. تمام? وليا بكم مسلا احنا عند دوقتي عندنا في الكارديو تلتمية سؤال. يعني يعني مسلا في تلتمية سؤال كارديولوجيا. تمام? التلتمية سؤال ده غالبا غالبا ان كل سؤال غالبا كل سنة هيطلع بفكرة مختلفة عن التاني. خلاص? وممكن يجي نفس الدزيز بشكل مختلف في كل سؤال. خلاص يعني ممكن مسلا السؤال يجي مسلا ايه مسلا الايه مسلا هيبرتينشا مسلا اسعلك عن تمام؟ عالصيد افكت والدراج معينة. تمام؟ هتلاقي ممكن الاصيد افكتت ده جالك بشكل مختلف اا في اا شكل مختلف في كل سؤال. ممكن 3 سؤال او 4 سئلة عن الصيد افكت او في ادوية مسلا هيبرتينشا وادويت سيتوكسيك دراجة مثلا. تمام? طيب انا اعمل ايه بقى في الموضوع ده يا جماعة. عشان اا الاهمية في ايه? احنا قلنا مش مهم اللي انت تحلي بس. المهم اللي انت تستفيد. استفادة قصو من هذه الاسئلة. والاهم اللي انت تعرف تراجع قبل الانتحان. طبعا كذا واحد بيكلمني قبل الانتحان باسبوع واسبعين. انا مش عارف اعمل ايه. لسه. البرانشات كترة جدا جدا. وفعلا يعني البرانشات كترة جدا. البطنة كبيرة. يعني انت بس خلي الباقي يعني بزيك مدى سبعين سؤال. طبعا. الواحده بس. وعندك بقى كل بلانشات النيورو والكارديو والاندوكراين والفارما. يعني يا اصلي الاندوكراين والنفرو. يعني اعتقد بلانشات كتير. عشان تلمي كله ده في اسبعين او او اصلا شهر قبل الانتحان صعب جدا. او انا متخلص بلانشة بتنسى التاني. طيب انا اعمل ايه بقى من بدري? اعمل ايه من بدري? النهاردة اشتركت في البصمة دي سنقوم انت مسلا مش مستطيع تشترك في البصمة نزل اسئلة موجودة على التنجرام. اه عندي في القناة مسلا نزلها اخر حاجة الفين و متونسعاتوش. اولا انت عندك من قدرات تشترك اشترك في العسلات جديدة. فيش مشكلة. طيب اعمل ايه? همسك النهاردة مسلا القارديو. القارديو مسلا حوالي قلل تلتمية سؤال. تلتمية سؤال لتلتمية وخمسين سؤال. تمام? هعمل ايه? هيجب طبعا اه كشكول مسلا او حاجة. مسلا اكتب علي قارديو ارشي. تمام. هجب مسلا اعمل ايه? قريتي السؤال. خلاص قريت السؤال. هيطلع من السؤال ده يطلبس السؤال مسلا رجل عنده سنه كزا سموكر بيشتكي مسلا من كف بيشتكي مسلا من آآ بيشتكي من كزا 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 تمام ويعاوز الدايجنوس انت خلاص عارفت حالة السؤال عارفت الدايجنوس بتاعك هيجي فيه كومنت تحت على الحل لا سينا ليه اختار ده وما اختارش ده تمام انت بقى لخص لخص السؤال ده جماعة مثلا في تلات اربع سطور بحيث مسلا تكتب واحد مسلا رقم واحد آآ ميل بيشن مسلا حاجة دي ديزيز مسلا كومن او في الميل ميل زائد سموكر زائد مسلا شونسو بريس زائد مسلا ليجي سويننج يبقى يساوي كزا فهمني مسلا اي ديزيز خلاص مسلا آآ اتاكسيا زائد ارفليكسيا زائد اوفصال ممليجيا مسلا يبقى هو يعني اصدق ايه يبقى عندك تلخصت القصة دي كلها اللي هو مسلا عشر ست عشر سطور مع مع مسلا الكومنت بتاع الموقع خلاص تلخصت انت مسلا في تلتا��اب عسطوره تمام خلص ايبقى انا بقى خلصت كنا وعملت كده في تلتمائة سؤال تمام عاملت كيف يبقى في تلتمائة سؤال اي مسلا عندي مسلا تقريبا انا حملت مثلا نفس انا مسلا آآ خمسين صفحة او ميت صفحة دي اللي رج declinedا او لشي في البسم انت طائق حاجة اراجع مسلا تاني بقى يعني خلاص انا خلاص طيقيا انا فتاك نعملت في الكاردو اعملت في الاندوكرا انا عملت في النفر اعملت في من يورو خلاص لكل اه واحد عملت له حاجة مختلفة خلاص ما جا راجع بقى قبل انتحان خلاص مش هفتح بقى البصمتس خلاص البصمتس انتهى عندي اجي بقى الالوارع اللي انا عملته خلاص ما عودش بقى ضيع وقتي في اراهة السؤال تاني والاراهة الكومنتات وقاره فكرت خلاص بقى انت دو قد تعودت على انت اللي خاص السؤال كويس وشفت ايه اللي مهمة عندك انت هتقول لك يعني جلبك قصة طويلة ومسلا مثلا مثلا ملخص الكلام التاكسي والرفليكسي افصال موبليشي انت لقيت ده هي معادلة مثلا ميلر فشر وليكن يعني تمام فنفس القصة بقول لحضرتك انت مثلا يبقى تشوف الكومن اوي بيعيز تلخص الكلام الكتير ده في تلات اربع سطور ما دي جيتنك قبل انتحان بازن يبقى الاندوكرايا مثلا او الكارديوريجي هاخد منك مثلا تلات يام يبقى انت هتعمل كده مثلا في البصمتس مع مثلا بس تيست يبقى انت نفس القصة هتعمل في النيورو نفس القصة هتعمل في الاندوكرايا نفس القصة هتعمل في البيزيك ساينس يبقى انت ده وقت ما تيجي اتضاعش وقتك هتيجي بقى لسه في اخر ازبايا تقعد تحل سئلة تاني تمام وتقرأ الكمنت لا خلاص بقى يبقى انت كده بتضيع وقتك مش تحل حاجة تمام يبقى انت لازم تنبي كده بالطريب اللي حضرتك عليه تمام طيب انا موضوع مش فاهمه موضوع مش فاهمة موضوع عن هرتي في دا موضوع في موضوع يا جماعة مانفعش تحل تحل علاقة السئلة بس يعني في موضوع كبيرة يعني في موضوع في كل كده لازم تقرأ الموضوع دي مثلا في الامر عندك الابليبسي عندك باركينسون اسم تمام عندك يعني فاهمني حيات دي كنق يعني كبيرة يعني لازم تتقري حياتي المحترم اما طبع اللي مسلا زي intéressant هتقرأ 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 من هذا المغربية هتقرأ من اي مكان بس لازم عندك قاعدة كويسة فيها لاني بلعب لك فاجت منفعش بواحد داخل يعني داخل سايب ومسلا حاجة يعني محترمة الارتفيريور الاريزمية فاهم حد دي ما تستابش هاد كبيرة يعني في كل برانش هتلاقي بموضوع كبير في ممكن موضوع الصغراء مش مشكلة يعني اصد الموضوع الكبير دي جماعة لازم تقلم الحتة كويسة ومتوقع اللي احتملات يجيب لك فيها يعني ممكن يجيب لك مش نازم يجيب لك الدارك سواء لا يجيب لك الصد افكت بتاع كذا ولو اخدته مع كذا يحصل انتل اكشن كذا ولي بيزي بيعمل انديوسر لبية ربعة مئة وخمسين وبيعمل اه انهيباشن لبية ربعة مئة وخمسين يعني نازم كل ده تقرأت ازاي اللي بتقرأ اوسع ودي تهلس ما ينفعش الاسئلة بس خلاص فدي نصحتي زي ما اقول لحدك من اول كده لسابتين المذاكرة والداخل لسابتين في تسعة ولا حاجة افضل وسيلة عشان سبت من الاسئلة يبينوك الاسئلة كتير والاسئلة كتير ومش تنفع اي واحد لسه يجي قبل انتحان يحل تاني فدي نصحتي وياريت يعني تعقبوا بالكلام على تحت الفيديو وانتقولوا نصح يقول لو حد عنده نصحة افضل ممكن نزحها اه لو في كومنت عليه تحت امركم ان شاء الله يا رب التوفيين ان شاء الله لجميع وتحت امروك في اي وقت ويا رب يا رب كلكو تكونوا بخير وتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله